وقبل أن نختم النشر إليكم هذا القرار الذي أصدرته وزارة الطاقة والجودوجيا والتعديل الذي يقضي بالتحديد ستة من المؤسسات التي تقوم بتسويق أسمنت باوري بالا المادة الأولى المؤسسات الآتية أسماؤها وينو بشكل مؤقت للقيام بتسويق أسمنت باوري بالا وهم مؤسسة جينيت أبو رشيد مؤسسة عراضة مؤسسة شركة تومي فيس مؤسسة هات مؤسسة مجموعة مركز بالا مؤسسة سوكو بالا المادة الثانية هذه المؤسسات معقة تقوم بتجهيز مستلزماتهم وبياناتهم في مدة نقصها ثلاثة أشهر منذ تاريخ التوقيع على هذا القرار والقيام بتسويق الأسمنت وفق الشروط العامة لسناسيم المادة الثالثة فإن الأمان العامة لوزارة الطاقة مكلفة بتطبيق هذا القرار والذي يلقي كافة الإجراءات السابقة خاصة القرار رقم 02 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2017 يسجل وينشر حسب الحاجة الصادر في إنجامنا 30 يونيو 2017 عن وزير الطاقة والجيولوجيا والتعدين بشير مادة